اشتركوا في القناة من أجل تهيئة الظروف الملائمة للحوار بين الحضارات والثقافات والشعوب على أساس احترام القيم المشتركة لتحقيق الرؤى العالمية للتنمية المستدامة في إطار عملها على تحقيق التعليم الجيد للجميع وإدارة السياسة ومعارف العلوم من أجل التنمية المستدامة وتعزيز التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات وتكريس ثقافة السلام أكد صاحبة السمو الملكي حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون مع مختلف وكالات هيئة الأمم المتحدة ومن بينها منظمة اليونسكو مشيرة سموها إلى في هذا الصدد إلى الشاركة بين المجلس الأعلى المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطلاق جائزة عالمية تحمل اسم سموها لتمكين المرأة وذلك في إطار عمل المجلس الأعلى المرأة لتعميم أفضل الممارسات الفاعلة لتعزيز مركز المرأة على المستوى العالمي أعربت قليلة عهل البلاد المفدة عن فخر سموها بما حققته مملكة البحرين من إنجازات في مختلف مجالات الثقافة وبإسهامات المرأة البحرينية الرائدة في ذلك مشيرة سموها إلى أن هذا العام يصادف الذكرى التسعين لبدء أول مدرسة نظامية للبنات من البحرين وذلك في عام الف وتسعمائة وثمانية وعشرين مؤكدة أن ذلك أسهم في أن تكون المرأة البحرينية رائدة على مستوى المنظمة المنطقة في مختلف المجالات ومن بينها المجالات العلمية والثقافية كما أن اكتساب المرأة البحرينية المبكر لحقوقها الثقافية والتعليمية يعد أحد أهم قومات النهضة الوطنية أكد سموها أن مملكة البحرين حريصة كل الحرص على نجاح أعمال اجتماع لجنة التراث العالمية الثاني والأربعين الذي يعقد في الفترة ما بين الرابع والعشرين من يونيو إلى السابع من يونيو في مملكة البحرين ومنتدياته المتخصصة وذلك بعد الانتخاب الذي تم بالأكثرية من قبل الدول المشاركة في الجلسة الأخيرة للجمعية العامة لليونسكو في باريس نوهت صاحبة السمو الملكي بجهود معالي الشيخة ميبت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار في مجال وضع البحرين على خريطة الفعاليات الثقافية العالمية وتمنت سموها لكل من السيدة أزالي والشيخة هيئة بنت راشد الخليفة رئيس لجنة التراث العالمي كل التوفيق في اجتماعات اللجنة من جانبها قدمت السيدة المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافة لليونسكو شكرها وتقديرها لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة مبدية إعجابها بتجربة مملكة البحرين في مجالات تقدم المرأة وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لضمان وصولها لمراكز صنو واتخاذ القرار ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة